السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيديو جديد نهار جديد نتبهنا دائما يلقاكم على خير ونلأعجبكم تشاركت معكم مخمار كي يجي رائع جدا وصفة مناسبة جدا لأجواء ديالبرد ما شاء الله كي تجي رائعة تبعوا الخطوات سمعوا النصائح وقد تحصلوا على مخمار ولا أشهر بخطوات سهلة بسيطة هتنجح معكم بدون دلك ما غد تلكيش نهائيا هتشوفوا الطريقة ان شاء الله بإضافات زادت لدى ومداخب خطوات ناجحة مئة بالمئة حتى لو كنت مبتدئ أو شاهدتي الفيديو تطبقت الوصفة بشارح ديالها كما هو هتحصل إلى نتيجة خطيرة جدا ديوفك غادي يحمقوا عليها ولداتك تمنى أنا كنت شاهدي الفيديو تهتمني به وما تتبخلوش عليها بلايكاتكم تعليقاتكم والمشاركة في القناة ليصلكم كل جديد الوصفات وان شاء الله هتنالإعجابكم هذو الوصفة كنوا على يقين ومئة بالمئة ناجحة على بركة الله نبدأ مع طريقات التحضير وقبل ما يبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أول حاجة الكوب اللي عبرت به استعاد يالو 200 ميلي لتر كوب مملؤ بالساميد الناعم الأصفر رقيق اللي كنحضره به بغرير ممكن تعوده بالفينو نفس الكوب ملأت بالماء الدافئ ماء دافئ لأنه غضي نضيفه الخميرة 80 ميلي لتر من الحليب الدافئته هو الحليب ما تستغنوش عليك اضعوا المخمار رائع جدا وهشيش والديد في الناس الوقت هنا غضي نطحنوا هذه المكونات جيدا اضعوا للمولينكس للمتحن الساميد باش متعدبوش في الدليق ديال وما تحتاجوش نهائيا او انكم غضي لكو العجين ما غضيش تضطروا انكم دلكو العجين وقت طويل بعد ما تحننا الساميد جيدا مع السوائل هنا غضو إضافات الإضافات الأخرى اللي باقين في العجين ملعقة صغيرة مملوقة بخميرات الخبز الفورية ملعقة كبيرة من العسل ممكن تعوضوها بملعقة من السكر بكل تأكيد والدقيق غضي نضيفوه جهد اللي غضي نجموه عجينة ما تكونش خفيفة وما تكونش تقيلة في نفس الوقت يعني الدقيق عينك ميزانك تكتحصلي لهذه العجينة ضلت الملح في آخر مرحلة وكرش وغضي ندخل لك الملح ونبقى كندلك قليلا تقريبا واحد جوش دقائق ديالتليك صافي للعجينة مبقوش فيها لأننا نطحناهم محتاجينش نضلكوا بزاوف هنا غدا نغطيها بالبلاستيك الثدائي ذهلوها بالزيت ونتظروا للعجينة ديالكم تختامر لأن فيها الخميرة ومخمر غدا ندخلوا التختامر الوقت لتبال للكم أن العجينة الضعف الحجم ديالها كترجعو تشكله كريا غطيها بلاستيك الغذائي وضعوها في المطبخ بسرعة تلقوها الضعفة هنا من بعد ما بنت لي بدكي الضعف الحجم لها غادي نشكلها كوريات شوفوا ما شاء الله العجينة من بعد ما ارتحت ما دلكناش نهائيا بزاف وتحصلنا على هاد النتيجة رائعة بدون مجهود هنا الكوريات ديال مخمرة جاو صغيرين يعني غادي شكلوا كوريات صغيرين وكتخرج ما شاء الله كمية وافيرة شكلتهم كوريات من بعد كان نرجع نشكلهم جيدا كورات واخر مرحلات كان ندهنهم بالزيت ما تدهنهم مش في اللول ضروري تكون يدكم نشفة انتو ما كتشكلوا كوريات تكب نتاهي وعاد دهنهم بالزيت كوريات صغيرين باش تشيكون المخمرات حلوين وسهلين في التوراق وعاطين للعين وكتجي الحاجة صغيرة كتجي حلوة في التقديم من بعد ما شكلتهم كوريات كلهم كما كتشوفوا قدي ندهنهم بالزيت دهنة خفيفة لحبت باش ما تشكلش فيهم طبقة ديال القش ونغطيهم بلاسي غذائي ونتظروا اليوم يرتاحوا 1-4 ساعة ضروري من راحة ديال العجين في كل مرحلة هنا بعد ما ارتاحوا الزبدة غير مارغارين بحرارة المطبخ ضفت عليها الزيت وهنا الساميد غذي نضيف عليه ملعقة من خميرة الحلويات اللي غذي نفرقو به الملوي ديالنا او المخمر الزبدة على شكل بومات ضفنا مع هالزيت هي اللي غذي نورقو بيها هنا بديد كنورق كما كتشوفوا العجينة كنبسطها وكنوضحها جانبا ترتاحها كنكمل طيديا لها كنبسطو الكورة بالإسعانة بدك الزبدة والزيت اللي خلطناهم كما كتشوفوا منك تورقو العجين فيه الخميرة ماشي هي التورق ديال العجين بدون خميرة كيكون الفرق في التورق مهم بسطو جيدا تبال لكم شوية سطح العمل راه الكورة صغيرة غذيش تعدبكم نهائيا ونوضعهم يرتاحوا نبسط ثلاثة وكننرجع للولى اللي وضعتها ترتاح من كتنتظروا عليها ترتاح شوية كتلق راسها وبسرعة كتلف معاكم وكتزيد تورق هنا كندهن دائما الخلطة ديال الزبدة والزيت وهنا كندفع من أبسط طرق التورق وأنكم تشكلوا الكورة صغيرة باش تساعدكم في التورق وما تعدبكم مش خصوصا المبتدئات وحتى هاتشكيلات كدشي صغيرة حسن من كبير هنا غندهب اللولى اللي ارتاحت دائما تلقوا ثلاثة ورجعوا اللولى وفي سطهارها ستتبعكم العجينة هيا ستبقى تجبد غير بوحدها كالرش سميد وندهن زبدة ولفويد مرخوفة ما تزيروش اللفة ووضعوا الحبة ديالكم وغطيوها دائما بلاستيك غذائي باش ترتاح يعني دائما المخمر كيبغي الراحة وكل مرة كتعطي وحقو في الراحة حتى كتحصلوا على نتيجة خطيرة بزفزف تقديم نهائي دياله كيكون ولا أشهى وخفي شوية ديالتمره تحاجة مسهلة دائما الحاجة اللي غد تعطي فيها الوقت كتكون نجحة غير انا مع التصوير راها ممكن توما غضيت جيكم ساعة مع التصوير كترجع جو ساعات وكتر وما هي را تقضيها شغلك وترجع تورقي وهديك تكتحض القيرة سكساليتي بلا ما تحسي ما زلت مسه مرة وهنتم ممكن ما كتشوفو طوي وباليدكم شوية تكون مرخوفة ما تضغطوش ما تزيروش اللفة ديال الملوي وتقفلو ومن بعد غذير رجعو من بعد ما نتاهيو تقدروا ليهم واحد بضع دقائق غير يرتاحو وهذه ترجعو تفندوهم في سميد وتبسطوهم وتوضعوهم يختامروا لما انهم خمار خصوهم يختامروا قليلا نفندو الحب ديالنا في سميد ونبسطوها كتت وضعوهم في زيفنقي ولا في طاولة العمل ومن بعد غذير تغطيوهم بزيفنقي وتخليوهم يرتاحو لتقريبا انتظرت عليهم عشرين دقيقة ورجعت من طيب كما كتشوفو طوام غير الخاطر بانو لكم ما بغوش يتبسطو عود تغطيوهم بلاسيك غدائي وانتظرو عليهم بضع دقائق قود رجعو كملو البسط ديالهم وحتى تحصلو على هاد النتيجة بغيتوا تترققوهم ولا تخليوهم متوسطين الحجم كي يرجع لكم ندو الحجم ديالهم بعد ما وضعتهم بزيفنقي رجعت نبسط كتر وقود نغطى عليهم وانتظر عليهم تقريبا واحد عشرين دقيقة ممكن تنتظروا لهم اكتر نرجع تنطيبهم مقلات النار متوسطة ما تكونش ضعيفة ما تكونش مرتفعة من بعد ما كي يخدوا هاد اللون الذهبي كتمسحوا المقلات ديالكم ضروري من الساميد لانه سيطح منهم سميدا بما انهم فندين في الساميد وهناك تبضعوا الحبات ترشوا الزيت رشة خفيفة من الزيت وانتظروا ليهم شوية غير تشموها وتقلبوهم بقوكة تقلبوه في الملوي وتشقلبوه بشي طيب لانه فيه العجينة بداخل خصو ضروري يطيب جيدا كل مرة كنلفوه تكن تحصلوا على هاد النتيجة خطيرة جدا اتمنى انكم تجربوه من بعد ما كتدن منه شوية الحبات كنحلوهم الطريقة اللي غاتشوفوا معي في اخر الفيديو كنزيد الرشة خفيفة من الزيت وما تغفلوش الا انكم تقلبو فيهم كل مرة باش يطيبوه جيدا من كل جهة ويطيبوه احتمى الداخل انتمنى انكم ماتبخلوش عيب لايكاتكم تعليقاتكم الى جربتو الوصفة ان شاء الله ستنجح معكم سمعوا غير الخطوات وتبعوا النصائح دائما النصائح تكون اهم من الوصفة النار هنا متوسطة مضعفة مرتفعة شوفوا ان شاء الله شوفوا ان شاء الله شوفوا فيهم اي حاجة عسل حاجة ملحة حاجة حلو واي حاجة غدي تجي رائعة جدا وهذه هم الخطوات ديال هاد الوصفة باش نجح معكم من بعد ما كيخرج منهم البخار نحلهم دائما كنحلو الملوين من بعد ما يبرد قليلا ماشي من مجرد نسخون تحلو لان ممكن داكت طبقة القشر كلها اضطح معكم الى حلتهم و ساخنين شوية غير تهدر منهم الحرارة و كنفتحوهم بها الطريقة ما شاء الله جاء ولا اشهى نعود لكم شلال الدجات فيهم عمرهم باش ما بغيتوا شكولات حاجة ملحة حاجة حلوة و اي حاجة غضفوها في الوسط ديال هاد المخمر غتجي رائعة جدا مقرمشين تكتسميد اللي في الوجاعة و مقرمشة هما سخونين مع العسل ما نعود لكم شلال الدجات فيهم اتمنى انكم تجربوهم شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة